تظهر القمة الأمريكية الأفريقية التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا حيث تؤكد القمة على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية ملامح ترسمها قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا وذلك على مدار ثلاثة أيام في واشنطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي السفارة الأمريكية بالقاهرة أكدت أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك العلاقات الأمريكية الأفريقية في إطار العمل معا لمواجهة التحديات العالمية القمة تظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة قمة تلتائم على القيم المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل والتخفيف من تأثير وباء كورونا والأوبئة المستقبلية القمة المشتركة تستهدف كذلك العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز السلام والأمن والاستجابة لأزمة المناخ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن استضافة بلاده للقمة الثانية مع قادة دول أفريقيا تثبت التزام واشنطن الدائم تجاه القارة الوعدة وتؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة بايدن أعرب كذلك عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين وذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز رؤية بلاده المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وكانت الولايات المتحدة قد استضافت أول قمة أمريكية أفريقية استمرت ثلاثة أيام وذلك في عام 2014 بمشاركة ما يقرب من خمسين زعيما أفريقيا ترجمة نانسي قنقر